حياتي ليك كابتل منور أهلا بيك كابتل فروق ببركية الله خليك كله تماما كله زال رأيك في الزمالك النهاردة ايه بقى أدائي بص مجمل الماتش يعني بقول مبروك الفوز بس لازم تيجي تقول ايه يعني في حاجة كده بيقوله ان دايما المكسب بينسي اي حاجة تانية لا دايما المكسب في عوامل وراه وفي ناس كمان بتبص برؤية مختلفة يعني انا شايف ناري الزمالك النهاردة أداءا مش كويس نواقس كتير جدا في مباراة المفروض انك بتستعدلها بشكل كويس جدا في سوق مستوى في عدم ادراك فكري لأغلب اللعيبة اللي موجودة في الملعب مش معقولة ناس زمالك يلعب كر وفر كرة تحت بحطها قدام ولعيبة تجري كرة ترجع تاني نفس الكلام يعني المفروض ان في لعيبة كبار في ناس المفروض يبقى فيه سنس مش ممكن هافض راجلي التسعين دي ارايح جاي المفروض ان انا كرة وهي معايا في بعض الوقات اعمل اريح العيبة بتاعتي ان انا ابتدأ لكرة بشكل كويس انما احنا لو بصيت هتلاقي دايما فيه خمسين ستين متر في الملعب ما بين المهاجم وما بين المدافعين مشكلة موجودة في ناس زمالك بقى له فترة كبيرة جدا اه اتمنى ان يعني الخبرات اللي موجودة عند محمود علاء والوينش وعبدالغني وعبدالشافي وبعد كده يبقى طريق حامد وكلام ده ان المساحة في الملعب تقل علشان اقدر اللعيبة اللي قدام تاخد نفسها بشكل كويس جدا التاكتك بتاعي يبقى معروف انا ما عنديش تاكتك معين بعمله انا باعتمد لغاية النهاردة ناس زمالك بقى له سنتين وودي التالتة هي بيعتمد على امكانيات اللعيبة داخل الملعب انما ايه التاكتك يعني مع كارتونة كابتن ما كانش فيه اي تاكتك لا لا خالص كانت امكانيات اللعيبة برضو امكانيات اللعيبة اللي جات موجودة بدليل ان فيه اوقات كتير جدا لما بعض العناصر بتغيب الامور بتختلف عشان كده دايما انا فاروق بص على فرق مثلا زي مع الفارق طبعا يعني المان سيتي المان سيتي انت لو اعدت تلات مطوشة هتلاقي فيه سبع تمن لعيبة مختلفين في كل المباراة ده السيستم موجود ايوان بس فيه سيستم انت شغال عليه فيه تاكتك انت بتنفزه حتى السوابت السوابت المفروض ان انت حاجة المفروض تجدها بشكل كويس ليمكن كل مرة اعمل اوفر 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 ليمكن تنوع عزكة اه ففيه حاجات كتير جدا فيه اخطار بس في زملك النهاردة كابتن وانت بتتكلم على يعني انت ما كانش عجبك الاداء لكن بص الايجابة كابتن الحاجة الايجابية اللي موجودة المكسب وفي ظل الظروف ممكن تقول صعبة جدا وداخل على وقت صعب جدا وهو دور اطال تتكمل لما تكملش وبالتالي فوز النهاردة ست نقاط فما تشيل مع كابتن ونبيه انا اقولت لك في الوقت بقولك مبروك مبروك المكسب اه انما انا انا نادي الزمالك نادي كبير اه اه نادي عنده الامكانيات عنده دلوقتي يعني انا انا فرحان جدا بال بالجهاز الفني الجديد اه فرحان ب يعني ان المجلس بيبتدي يلبي طلبات اللي موجودة الدنيا بتدت يبقى فيه دوق عكس اللي جاني الفترة اللي فاتت اه ان شاء الله الفترة اللي جاية الامور تتساوى بشكل كويس جدا ويبقى فيه موضوع الفيفا واليقاف القيد وتقدر تدعم بشكل كويس اه الله يكون في قون اللعيبة اللي موجودة برضو انما اللي بتكلم عليها فاروق ان انت بقى لك فترة فاقد شكلك تمام فهمتك هكذا انا فهم هو ده اللي انا بتكلم عليه ان انا فرقة لازم تكون لها شكل وموصفات داخل الملعب على طول ماتش كل ماتش يبان فيها الشكل بالزبط عشان كده بيقولك دايما المكسب بيغطي على اخطاء كتير اه